بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معالي السيد توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وزير الشؤون السياسية والبلنمنية أصحاب السعادة والعطوفة الحضور الكريم يطيب لي أن أرحب بكم جميعا وأشكر حضوركم وتلبيتكم لدعوتنا هذه للمشاركة في هذا اللقاء الحواري التشاركي الذي يهدف إلى إيجاد شراكة موية تكاملية تؤسس لعلاقة تشاركية بين الشباب والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة والتي ستكون بيئة آمنة وداعمة لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة بتعزيز مشاركة الشباب في الإدارة المحلية وبناء جسور التعاون بين الشباب والسلطات المحلية ومأسسة الحوار المجتمعي التنموي بين الشباب وصناع القرار على المستوى المحلي والوطني معالي رائي الحفل أننا نعي وندرك أن الإدارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي المجتمعي يتم بمجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة المستقلة والتي تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها وتكون مسؤولة أمام أبناء وبنات المجتمع المحلي وأن مهامها مكملة لمهام الحكومة المركزية إن جوهر ما تهدف إليه الإدارة المحلية هو التوازن التنموي بين كافة المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات في تطوير مناطقها اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وخدمتيا وفقا للنهج التشاركي مع كافة فئات المجتمع معالي نعب رئيس الوزراء الأخوة والأخوات قبل ما يزيد عن 17 عام انطلقت مسيرة مركز التورية للدراسات ومنذ ذلك الحين ونحن على اشتباك دائم مع كافة القضايا الوطنية والتوجهات الملكية والتي كانت على الدوم منهاج عمل ومسيرة عطاء فعملنا جاهدين على تعزيز المشاركة المجتمعية لكافة أفراد المجتمع وخاصة المرأة والشباب إمانا منا بأهمية هذه الفئة وضرورة تعزيز دورها الوطني في العام الماضي نفذنا المرحلة الأولى من مشروع جسور والذي شكل حاضنة للشباب في المحافظات المستعدفة فعمل على تشجيع الشباب المبادر ووحد جهودهم وعمل على تنظيمهم وفتح قنوات الحوار والتواصل مع سناع القرار وأعزال الكثير من سوء الفهم مع سناع القرار وأوجد حالة من التشاركية بينهما وقد آمن الشباب أن العمل الوطني الهادف لا يقوم إلا من خلال الانخراط بتنمية المجتمع والحوار المباشر مع المسؤول وسماع وجهة نظر الدولة الأردنية من خلال مؤسساتها وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط وبناء على ما تحقق من نجاح في المرحلة الأولى أطلقنا المرحلة الثانية وهي جسور الثنين أخذينا بعين الاعتبار بعض التحديات التي اتواجهتنا في المرحلة الأولى لذلك بدأنا بدعوة معالي نائب رئيس الوزراء والأمنة العامين والحكام الإداريين وذلك بهدف اطلاع الجميع على أهداف ونشطات المشروع وتسهيل مهمتنا في المحافظات المستعدة كما رصدنا في هذه المرحلة ما يزيد عن خمسين ألف دينار أردني لدعم أي أفكار للشباب ودمجها في خطط المدريات الحكومية والبلديات ومجالس المحافظات لهذه النشطات والمبادرات وبإشراف من الجهات المسؤولة كما سيتيح المشروع الفرصة أمام الشباب لتحقيق برنامج الزمالة مع السلطات المحلية والبلديات ومجالس المحافظات بحيث يتم إتاحة الفرصة أمام الشباب للدوام بشكل كامل مع هذه الجهات والمساهمة في تنفيذ نشطاتها ومشاريعها على أن يتحمل المشروع كافة التكاليف المترتبة على مشاركة الشباب كبدأ المواصلات أو مكافآت معالي ناعم رئيس الوزراء أن هذه التوجهات والأهداف التي يسعى إليها المشروع تأتي استجابة للتوجهات الملكية السامية والرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في الحياة العامة كما تأتي استجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهذا يأتي من إيماننا العميق بأن الأردن وهو يدخل مئويته الثانية يحتاج إلى أدوات ومنهجيات عمل المختلفة تقوم على إشراك كافة الفئات المجتمعية وخاصة فئة الشباب في صياغة مستقبل أجمل وأفضل للأردن ونعمل من أجل مواجهة كافة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي أثرت على بنية المجتمع الأردني وأثرت على منظومة القيم التي تحكمه معالي رائي الحافل نتقدم لمعاليكم بالشكر والتقدير على حضوركم وتشريفكم لنا والتي بلا شك ستشكل دافعاً معنوياً لنا للسير في عملنا خدمة للوطني والمواطن كما نتقدم بالشكر لعطوفة الأمين العام الدكتور علي الخوالدة على تعاونه الكبير وحماسه للمشروع وتسهيل مهمتنا في تنفيذ هذا اللقاء والشكر لأستاذ نايفل لوزي على متابعتها المستمرة كما أتقدم بالشكر لشراكائنا بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة مستمثلة بالصديقة والأستاذ آية أبو ستة وفريقها المجتهد على دعمهم والشكر لوزارة الخارجية الألمانية على دعمها لهذا المشروع والشكر موصول لمعالي المهندسة رابع العجارمة على ما بذلته من جهد في التحضير لهذا اللقاء وستقوم بتيسير الحوار ليوم غد وكما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لفريق مركز الترية على الذي يعمل بجد واجتهاد وختاماً أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أردننا الغالي مربع الصبا ومسقط الرأس في ظل قاعد ورأي مسيرتنا جلالة الملك المفدى والسلام عليكم ورحمة الله